وتروح عامل الصول مرة واحدة وتنزل حرفة من شفايم اللي هو ده بتشب انت ايه فوق بنفسك بتسرق تون كامل بنفسك بالحرفة بتاعتك بدي حرفت الله اهوه بدلا معملكده اهوه طبعا انت فاهمني انت فاهمني في ناس فاهماني انا بعمل انا ايه اهو اهوه 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 وبنقز على ايه على الرين لأ انا بقى بعمل حركة تاني بعمل ان ايه باخد من الله على طول وبعمل صول وبعا كده نزل على الرين بس من الحرف ده اللي هو بتاع الرين اللي هو ده باخد انا ايه الحرف اللي جاي ده ده سرقة اهو ده اللي جاي اهوه سرقة ده صول اهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي المبتدئين اللي في مصر وفي كل دول العالم بقول لكم اخباركم ايه انا عارف اللي كنتو دلوقتي بيتتابعوني النهاردة حنتكلم على درس مهم جدا 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 وهو درس مقام الصبا دايما الناس كتير اوه يقول لك علي ايه مقام حزيني المقام ده حزيني ودايما بيقى فيه شجن دايما يعني بيقى فيه حزن كده هو يلعب معك صبا اربع حاجات هو يلعب معك صبا يلعب معك بياتي يلعب معك حجاز اللي هو ايه بياتي لا صبا لا حجاز لا كرد لا طيب احنا علشان بس ما تهش مني وتبقى مستوب معايا ايه مقام اللي هو الحزين اللي انت عامله اللي هو قطول عليه حزيني هو اسمه مقام الصبا الكاولة دي معاك كاولة حسيد هيبقى انت ماشي معايا على دوزان واحد. ايه هو كلمة دوزان دوزان انك انت تكون مساوي معايا يعني ماشي معايا بنفس التنالة اللي هو ده. الله. طلع لجواك احساسك هتقوله هتوصل احساسك للناس الناس كلها هتسمعها. بمعنى. احنا دلوقتي حنشوح السلم. علشان برضه توصل ايه? توصل معاك المعلومة صحيح. احنا دلوقتي بنعمل ايه بقى في الصبا بنعمل كده. نبقى قفلين الخمس سقوب. اهم. ونفتح السقب التاني. بس خلي بالك ممكن تديك سيكة وانت بتقول. فما تحاولش انك انت ايه تافق جامد يعني كده مسلا. هاديك سيكة اهم. حاول انت بترفع بقى بترفع الاول اهم. تكون محضر النص بالسقب الرابع. السقب الرابع يكون مفتوح نص. تكون انت محضر النص ده. تمام? دي حركة. عملت بالنو عجب. ممكن عقلت بالنو عجب. ممكن عقلت بالنو. تمام؟ نوره تاني؟ حاط آه. ولازم اتومت شفتي اهي اتوان اه الراحة اه ده بيبقى حساسك انت جوا انت او انت نازل هتغلط في الحرف حاول تسمعني في الفيديو وخليك وراء الحرف ده لحد ما تجيبه هتلاقي نفسك انت عملت اللي انا عملت ده بالظهر واحدة واحدة التقسيمة دي ممكن لو قاعدت معك سبوع حتى لو شهر تاخدها حرف حرف لحد ما توصل عشان الازم بتاعتك تسمع كويس واتطلع الحرف مصبوط انا جماعة مش بلعب بالنوتة انا بلعب ارتجال تمام وده مش عيب لان طبعا احنا كلنا بلعب ارتجال يعني بلعب عازفين الكولة بنلعب ارتجال الاستاذ عبدالله احنا بلعب ارتجال الاستاذ بريم كورة بنلعب ارتجال عملنا الراحل سيدة بلعب ارتجال كلنا بنرتجل والارتجال ده بعد اوقتي يعني ايه بيطلع احساسه اكتر من هو ايه بنكون طبعا يعني قدام منه طبعا احنا مش بنعب في النوتة لأ النوتة طبعا يعني ده شيء وانك انت تأسن تأسيمة من خيالك من وحي خيالك ده شيء تاني احنا بنتكلم دلوقتي عن الخيال انا دلوقتي اه رسمت اه صورة والصورة دي طبعا رسمتها طبعا يعني في خيالي مش رب تكون قدام منه صورة كده عشان اخب منها واكتب واعمل كده بتاعي بقى مش هينفع لأ انا عايزك تقول اللي في خيالك انت يعني عيش غمض عينيك كده واسرح وقول مقام الصبا وعيش جوه الصبا ده يعيش يعني جوه المقام الحزيني عيش جوه هتلاقي نفسك انت بتطلع احساسك بتطلع بتوصله للناس احساس جميل اذا كنت بتلعب رز ولا سيكة ولا بيات ولا نهواند ولا حجاز ولا حجاز كوركورد ولا صبا الكلام ده كله دي مقامات موسيقية كل مقام من دول وله احساسك واللي انت بتطلعه علشان تقول للناس انا احساسي اهو طيب التأسيم اننا استنتهى دلوقتي تأسيم ايه صبا الله صبا ايه الله من عليك ولا حسين علشان تستوعب انا بعمل انا ايه يبقى لازم الكلام وبعد كده العسر وبعد كده كلام وبعد كده عسر علشان تستوعب علشان ما تسرحش مني كل ما ترجع الفيديو وتشوف اي مسلا اي معلومة عايز تعرفها رجع الفيديو من الاول تاني مش عيب تجعه مرة اثنين وثلاثة واربعة لحد ما تحفظ التأسيمة اللي انا بقولها حتلا نفسك بإذن الله تعالى وصلت للتأسيمة اللي انا بقولها هنمسك الكولا هنفتح ايه صباع اللي هو ايه بقى الله لا اوكي وبعد الله بنعمل احنا ايه بنرفع السبعين ده مع الرابع مع السقب الرابع يعني مع بعض دول بنفتحهم الثلاثة مع بعض بس بنفتح دول مع بعض زائد ايه الرابع ده بيكون مفتوح نص الرابع مفتوح نص اهو ونزيله مع بعض يعني احنا نرفعين كده ايه قولنا ايه دو دييز في الاول بنرفع احنا ايه الله اللي هو 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 اللي ونقفله مع بعض يكون مرفعه نص اللي هو الرابع ونقفله مع بعض اللي احنا رفعناه هننزلهم مرة واحدة رفعناه مرة واحدة مع الدو ديز واحنا ننزلين بقى بننزل الدو ديز لوحده بيبقى الثلاثة نتقفلوا وننزل بعد منهم اللي هو ايه السي مع اللا اللي هو كده في الاول بنرفع احنا ايه مع بعض قلنا ايه بنرفع اللا مع السي مع الدو ديز اهو وانا ننزل بقى اروح بننزل الدو ديز اللي هو النص ده انزله بقى تقفل كله وبعد كده رح بننزل لنا ايه السي مع اللا في النزلة يعني لكن في اطلع بنطلع احنا ايه مع بعض اللي هو ايه اللا والسي مع الدو ديز اهو مع بعض الثلاثة هم وأنا نازل بقفل إيه بقفل الدو جيس بيتبقى دو أهي بعد كده دو وبقى كده إيه سي معه مع الله على طول بعد ما أعمل الدول أراح قفل دول مع بعض اللي هو إيه السي والله مع بعض أتوينها ببق هي حتنطل واحدة الحرف قول ده كله إيه نقول مع بعض تمام أو تمام كده يبقى ده مآم الصبا يارب تكون المعلومة وصلت للسادة المبتدئين حبيب في مآم الصبا يارب تكون الرسالة وصلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعوني على قناة اليوتيوب وقناة الفنان صابر كولا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ترجمة نانسي قنقر